بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم معنا بدرس جديد بمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس معكم الأستاذ أسامة نياز موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله عن الوقفات الهجومية والدفاعية بريابة الجودو ولكن في بعض المطلبات اللي لابد نعملها كما اتفقنا يا أبطال إنه ننام من 6 إلى 8 ساعات ليلا شوفي يا أبطال والتغذية السليمة وهو الأكل السليم والتنوع بالأكل الصحي وعدم شرب المشروبات الغازية ثالثاً اللباس الرياضي المناسب أن يكون متناسق بالجسم ليس فضفاضاً أو ضيق تمام يا أبطال المكان المناسب والآمن هيا المكان أنتبه لا يكون في كرسي أو طاولة لازم يكون الوضع آمن عشان نحمي نفسها من الإصابة الإحماء المناسب قبل النشاط زي ما أنتو عارفين يا أبطال إنه لا بدنا نعمل الإحماء قبل أي نشاط ليس فقط الجودو سادساً شرب الماء قبل واثناء وبعد النشاط تمام يا أبطال يلا قليكم مستعدين جيبوا معاك قرورة موية خليها معاك عشان نبدأ بشرح المهارة بيطة الجودو ولكن قبل ما نبدأ نعمل إيش؟ الإحماء حسنتم يا أبطال تمام يا أبطال؟ أول تمرين عندنا المشي بالمكان يلا قلنا استعداد تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاث أرب خمس ست ساب ثمان تس مرة ثانية يا شباب واحد اثنين ثلاث أرب خمس ست ساب ثمان تس آخر مرة يا أبطال واحد اثنين احسنتم ثلاث أرب خمس ست ساب ثمان تس جمعنا نقف يعطيكم العافية يا أبطال يلا ناخد نفس مرة ثانية يا أبطال شهيق الزفير آخر مرة التمرين الثاني الجري بالمكان تمام يا أبطال يلا مستعدين التمرين ابتدي واحد اثنين ثلاث أرب خمس ست ساب ثمان تس عشر مرة ثانية يا أبطال واحد اثنين ثلاث أرب خمس ست ساب ثمان تس آخر مرة يا أبطال واحد اثنين ثلاث أرب خمس ست ساب ثمان تس عاشر قف يعطيكم العافية يلا ناخد نفس ليش ناخد نفس بعد التمرين عشان ناخد أكسجين لجسمنا ولعضلاتنا ولعضة القلب عشان نريح تمام يلا مرة ثانية حسنتم آخر مرة التمرين اللي جاي شباب نوقف الوقف الطبيعية الذرعين جانبا نضع أيها والدوران للأمام تمام يا أبطال يلا التمرين يبتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست ساب ثمان تسع آخر مرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست ساب ثمان جماعة قف يعطيكم العاف يا أبطال يلا ناخد نفس مرة ثانية آخر مرة التمرين اللي بعده مدى الدرعين جانبا والدوران للخلف تمام يا أبطال يلا التمرين ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان جماعة قف أعطيكم العافية يلا مرة ثانية ناخد نفس ثانية آخر مرة التمرين الجاي وضع الدرعين بالوسط وثني الجذع لليمين في أربع عداد لليسار في أربع عداد تمام يا أبطال يلا التمرين ابتدي واحد اثنين ثلاث باع يسار اثنين ثلاث اربع يمين واحد اثنين ثلاث اربع يسار اثنين ثلاث اربع يمين واحد اثنين ثلاث اربع يسار اثنين ثلاث اربع آخر مرة يمين اثنين ثلاثة اربع يسار اثنين جماعة قف أعطيكم العافية يا ابطال يلا ناخد نفس حسنتم مرة ثانية حسنتم يا ابطال تمرين آخر تمرين لمس الرقبة بالتبادل تمام يا شباب يلا تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ست سبع ثمان تسع عشر مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ست سبع ثمانية تسع آخر مرة يا شباب واحد اثنين احسنتم ثلاثة اربع خمسة ست سبع ثمانية جماعة قف يعطيكم العافية يا ابطال يلا ناخد نفس مرة ثانية مرة ثانية اعطيكم العافية يا ابطال والان نبدأ نشرح الوقفات الهجومية والدفاعية برياضة الجودو تمام يا ابطال هذا هو الوقفة الهجومية اليمنى واليسرى في الجودو التصنيف الفني للوقفات في الجودو تعتبر الوقفات في الجودو من النواحي الفنية الهامة في اللعبة وتختلف بحسب اوضاع الهجوم والدفاع ويتم من خلالها تشكيل الوقفة وبدون ان يؤدي الطالب الوقفات الصحيحة لا يمكنه الاستمرار والتقدم في التعلم بصورة مرضية وهموا وقفتين اساسيتين لفنون الرمي من الاعلاهما الوقفة الطبيعية شيزنتاي والوقفة الدفاعية جيجوتاي وكلاهما تؤديان من الوضع الايمن ميقي والوضع الايسر هداري زي ما اتفقنا يا ابطال الوقفة الطبيعية وهي الهجومية هنا شيزنتاي يا سلام محسنتم شيزنتاي هذا شيزنتاي ميقي شيزنتاي لانه بالرجل اليسرى اذا اردنا ان نعمله بالرجل اليسرى هنا سار هداري شيزنتاي تمام يا ابطال مسنتم الوقفات برياضة الجودو زي ما اتفقنا الوقفة الطبيعية وهي الهجومية شيزنتاي الوقفة الهجومية فيها اليمنى والوقفة الهجومية أو الطبيعية فيها اليسرى زي ما اتفقنا يا ابطال الوقفة اليمنى والوقفة اليسرى الوقفة الدفاعية وهي الوقفة الدفاعية اليمنى الوقفة الدفاعية اليسرى تمامي أبطال عندنا الوقفة الدفاعية وهي هنا ثاني الدراعين ثاني عفوا ثاني الركبتين قليلا نعم هذه الوقفة الدفاعية اليسرى وهنا الوقفة الدفاعية اليمنى تمامي أبطال طيب الوقفة الجومية شيزنتاي في الجودو زي ما اتفقنا يا أبطال عندنا ميكي شيزنتاي وهداري شيزنتاي وهي الوقفة الطبيعية هي الوقفة الهجومية إن الوقفة الطبيعية الهجومية في الجودو تشبه الوقفة المعتادة بحيث يكون الجسم على استقامة والمسافة بين القدمين بقدر اتساع الحوض مع انثناء خفيف الرقبتين غير ملحوظ نظرا لتساع سروالبنطلون الجودو ليمنح الراحة للطالب هنا يا أبطال الوقفة الهجومية أو الطبيعية هنا تقدم خطوة باليمين أو باليسار ولكن يكون على اتساع الحوض ليس كثيرا ولا قليلا إنما بالوسط لكي تتوازن تمام يا أبطال ويكون فيه انثناء خفيف بالركبة ليس كثيرا ولا على استقامة واحدة تمام يا أبطال لازم لما اتفقنا شوية نثني ركبنا أتيكم العافية هنا الوقفة الهجومية اليمنى مواصفات الأداء المطلوبة من وضع الوقوف الطبيعي يتم الخطوة بالقدم اليمنى للأمام مع مراعاة أن يكون كعب القدم اليمنى على خط مستقيم مع مشطى القدم الخلفية تقريبا تكون الذراعين بجانب الجسم على استقامة واحدة مع الجسم والرأس تكون المسافة بين القدمين باتساء الحض للمحافظة على توازن الجسم أثناء الوقوف على البساط زي ما انتم شايفين يا أبطال عندنا بالوقفة الهجومية والطبيعية مشطى القدم لا يكون يمينا أو يسارا يكون اتجاه القدم للأمام تمام يا أبطال ونفس الكلام بالقدم الأخرى يكون اتجاه للأمام والذراعين جانبا والنظر للأمام تمام يا أبطال الوقفة الهجومية اليسرى مواصفات الأدان مطلوبة من وضع الوقوف الطبيعي شيزنتاي وهي الوقفة الهجومية يتم الخطوة بالقدمة اليسرى للأمام مع مراعاة أن يكون القدم القدم كعب القدم الأمامية على خط مستقيم مع مشطى القدم الخلفية تقريبا تكون الذراعان بجانب الجسم على استقامة واحدة مع الجسم والرأس تكون المسافة بين القدمين باتساع الحوض للمحافظة على توازن الجسم أثناء الوقوف على البساط هيا شباب هذه الوقفة الهجومية بالرجلة اليسرى اللي هي ايش اسمها؟ هداري شيزنتاي شيزنتاي معناتها الوقفة الهجومية أو الوقفة الطبيعية هداري وهي اليسرى تمام يا أبطال؟ هنا مشطى القدم اليسرى للأمام والقدم اليمنى للأمام ولكن القدم اليسرى هي للأمام لأن الوقفة اسمها هداري سيزنتاي زي ما اتفقنا يا أبطال دراعنا جانبا والنظر للأمام تمام يا أبطال لا الطالة تحت ولا فوق لا النظر يكون للأمام تمام يا أبطال مزايا الوقفة الهجومية يسهل من خلالها التحرك في اتجاهات مختلفة يمكن للطالب الاستمرار في الوقفة لفترة طويلة نسبيا يكون التعب الناشئ أن هذه الوقفة بسيط تعد أكثر وقفات فعالية في تطبيق فنون اللعب تمام يا أبطال أهم النقاط التعليمية يكون التحرك بالزحف وليس بنقل القدم هنا يا شباب هنا هنا واكفين التحرك يكون بالزحف رجلك قريبة من البصات لا ترفع رجلك وتمشي هذا غلط يكون بالزحف تمام يا أبطال هنا ها أزحف على البصات لا ترفع رجلك تمام يا أبطال ويكون الجسم على استقامة واحدة مع الرأس والنظر للأمام زي ما اتفقنا الحفاظ على انثناء خفيف في الركبتين الحفاظ على قدمين مفتوحتين باتساء الحوض وتحقيق التوازن على البصات زي ما اتفقنا يا أبطال هنا باتساء الحوض ليس كثير تفتح لا بوسط باتساء الحوض تمام يا أبطال وهنا الذراعين جانبا والزحف على البصات تمام يا أبطال أهم الأخطاء الشائع الخطو للأمام أو الخلف بنقل القدم وليس الزحف الوقوف والقدمان مضمومتان أهى انتبه هنا غلط كمان ميل الجدع للأمام أو الخلف حتى التحرك يا أبطال انتبه من هذه الأخطاء أن تتنقل وانت رافع قدمك تمام وعدم ميل الجدع لازم الجدع يكون مستقيما وانثناء الركبة شوية زي ما اتفقنا ما يكون مستقيم بعدين نحطيه لازم تنتثني شوية وتثبت في الأرض تمام يا أبطال مراجعة عامة تعرفنا على أداء الوقفات الهجومية تعتبر وقفات في الجود من النواحي الفنية الهامة في اللعبة وتختلف بحسب أوضاع الهجوم والدفاع ويتم من خلالها تشكيل الوقفة وبدون أن يؤدي الطالب الوقفات الصحيحة لا يمكنه الاستمرار والتقدم في التعلم بصورة مرضية وأهم وقفتين أساسيتين لفنون الرمي من الأعلى هما الوقفة الطبيعية أو الهجومية شيزين تاي والوقفة الدفاعية جي جو تاي وكلاهما تؤدي من الوضع الأيمن ميقي والوضع الأيسر هداري زي ما اتفقنا يا أبطال الوقفة الطبيعية أو الهجومية شيزين تاي ثاني أدر الركبتين قليلا وضع اليدين جانبا والنظر للأمام تمام يا أبطال شيزين تاي هنا ميقي شيزين تاي ليش ميقي صحيح لأنه قدمنا الرجل اليمنى فعلا أعطيكم العافية طيب وآخر حاجة يا أبطال نشكركم على حسن استماعكم ونلتقي بدرس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته